حضرتك خريج فنون جميلة. بيومي فؤاد هو خريج فنون جميلة. ليه فنون جميلة؟ استفدت من فنون جميلة في ايه بالزبط في المهنة دي? وبعد كده حالتك درست اخراج مظبوط? نا. ما درستش اخراج? نا. ما عمر ما درست. خالص? نا. اوكي. انا فنون جميلة وكنت من عندنا اعدادي واربع سنين بعد كده. اعدادي فنون جميلة. اولاد في لندن. اه. التعليف علي السالم واخراجه استاذ موريس عدلي. موريس عدلي ده احد خريجي فنون جميلة خسم الدكور. وكل اللي بيمثله في المصرحية طلبة. اتفرقت على المصرحية دي حوالي تمنتاشر مرة. انا عربية. اه. وكان التيكت باتنين جنيه باتنين جنيه. الكلام ده ستة وتمانين. في كل مرة بطلع اتفرج على المصرحية بتحك. الكوميديان اي حاجة تدحكه? الكوميديان? ولا صعب انك تدحك كوميديان? بالعكس. بجد? بالعكس. كنت دايما بحس ان اصعب قوي تدحك كوميديان لانه هو مخزون كوميديان. اطلاقا. الكوميديان اقل حاجة تدحكه. واصغر حاجة تدحكه. حقيقية بس. حقيقية. زي كده ما يقول ان ايه? احرف لاعب هو اكتر لاعب ينفع يترقص. يعني يقول ان الخطيب مسلا وبوتريكا وبتاع العب الحريفة او دهيت لما كان ممكن اي حد يرقصه عادي منه والكلام ده. لان هو اصلا بيعرف يعمل دوته شاطر جدا. فاسهل حد كده يعني. فالكوميديان انا كنت شايف كده يعني. وانا كنت دائما وابدا من اولى ابتدائي. وعشان اسمي بيومي فؤاد مش محمد بيومي ولا احمد بيومي ولا الكلام ده. فكنت مميز شوية وسط الشلال. الطفل اللي عند اسمه بيومي. بيومي قبل. يعني بيومي هو الاسم تاني. ايه بالزبط اه. فكنت من صدفة ان من اولى بتدائي لساتة بتدائي كنفصل واحد. اولى اول مفيش اولى تاني. اوكي. تاني اول مفيش تانية تانية تالتة اول مفيش تالتة. فعلا. افضلنا فصل واحد من اولى لغاية ساتة. ده كنت عددكو قليل بقى. عدد قليل اه. اه. وكان ليها شلة. اشائية. بس ما بنقلش ادبنا ولا يعني كده يعني بس كان لها شلة وادا للزعيم بتاعها. من اولى. فروحت اعدا دي فبقيت معايا الشلة بتاعتي بتدائي. ده هي تاني لسة عابل عليهم زعيم والكلام دوت تمام. اه رحت سنوي خلاص بقى رحنا بقى للعقل شوية او للجنان اكتر بتاعرفيش بس لنا شلة وكل الكلام دوت. وانا اخف دم فيهم. ممكن انا زعيم من منطلق اخف دم فيهم فنقض نهزر وبتاعه وحاجة كده. حتى لو حاولنا اتزوغ بالمدرسة كنا بناخد مسألة بهزار. مم. مع بوابل مدرسة مع الكلام دوت يعني. لما دخلت الكلية. اه فجأت بانه كل حد بيتكلم عن التمثيل ان هو مسل في المدرسة. مم. وانا مدرس بتاعتي مكنش فيها مسألة خالص. لانا كانت مدرس حكومة. مم. اه حاجة تانية. اه عدت اعدادي دي. بقول لحضراتك كنت بطلع اتفرجت عليه حوالي تبانتاشر مرة. فكل مرة انجي بتفرج الحاجة اللي كنت باسرح فيها. مم. ان انا احيانا اقولي الافيه قبل بيتقيل. مم. اللي هو زباب اللي حضراتك البطاقة ده. مم. او من خفة الدم او من الخبرة او الكلام ده اقولي الافيه قبل بل ممثل يقوله. مم. وعلى قد ما هم كانوا عبقرة على المصرح على قد ما انا كل بره بتفرج عليهم بعض اقول لنفسي طب ما انا عرف هعمل كده. انا عرف هعمل كده. مم. الكلمة اللي انا بقولها لحضراتك ده هيت هي اللي انا عايز اقولها لكل الشاب شايف انه بيعرف يمثل. هو الموضوع مش فتوانه. هو الموضوع مش سهل زي ما انتم متخيلين. انا لا بعقدكم ولا انا بعرفش كزا. بس ارجوكم متاخدوش الامور بهذه البساطة. مم. اللي شايف نفسه فعلا موهوب. اللي ناش شافوه وقالوله انت فعلا موهوب. اشتغل على حلمك. مم. ما تسيبوش. خليك وراه. واصبر. واكتهد. وكافح. مم. تمام? الصبر ده مش معناه ابدا انك هتتعرف زي ما بيوم فقاد اتعرف هو شعر ابيض. مم. لأ انت ممكن تتعرف بعد ست اشهر. وبوك تتعرف بعد ست ساعات وبوك تتعرف بعد ست اثنين. زي ما ربنا صحرة على يأزن. مم. ويشاور عليك في وقته. اصبر. واكتهد. وكافح. مم. بس مهمة قوي اكتهد. الصبر ده من منطلق انه انت مفيش بيدك حاجة. غير توفيق ربنا. مم. يا فندم انا لما اتخذت اعمل مشهد في الجماعة. بعده اتخذت احد ابطال مسلسل موجة حرة. مسلسل مهم. او. مع محمد ياسين. او. فكده. من بعد ما اتصاحبت على الاستاذ كبير محمد ياسين. قلت له انت شفتني فين? قال لي شفتك في بصرحية في جارش في وسط البلد. لما ربنا بيأزن. بس عشان ما عندكش محمد ياسين كتير. طبعا. ما عندكش مخرجين كتير بيده فرصة. يعني انا ممكن نهاردة مخرج يشوفك ويحطك في دماغه. لغاية ما يجي لك المنطقة بتاعتك. ما عندكش كده للأسف كتير. احنا عندنا زي ما حيطك قلت يمكن فيه ناس كتير قوي بتستسهل. ودلوقتي حالك عملت تراجدي وانجحت يلا هاتو بايومي فؤاد تاني في الضحكة. هاتو بايومي فؤاد تاني في النكد. هاتو. يعني احنا للأسف انت المخرجين الاشكال محمد ياسين دي. آآ يعني اتمنى يكون في منهم كتير لان محتاجينهم لان ده اللي بيطلع منك وبيطلع منك حاجات مختلفة. زي ما استاذ جمال عادل منتج مختلف ومحترف ومنتج بجد. يعني انا عملت معالكة. قلت له استاذ جمال انت ليه ما جبتش كاملة ابو ذكري تعمل خيانة عهد. وسمح عبدالعزيز يروح يعمل ميت وش. وده الطبيعي. قال لي لأ انا كان عندي كنت عايز اعمل ده. وده اللي يعني ده اي منتج راتي هيعمل التركيبة كده. فالنهار ده الناس بتاخد رزقه. الناس بتغير وبتطور. عشان حتى اه انتو كفنانين اه تذكروا اكتر وتطوروا من نفسكو اكتر. احنا للأسف فيه كده حاجة يا استاذ بايومي هي ستاتيك قوي. يعني ودي حاجة مش حلو. يعني. عارفة ليه جبال عادل عمل كده. لان الموضوع من اوله الى اخره. مفهوش كوميديان الناس قالوا عليه قبل كده انه كوميديان. لا اسر ولا نيلي ولا 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 مصطفى درويش ولا ولا شريف دسوئي اه او لا ممكن شريف بس يكونوا عامل مصرح قبل كده ولا الكلام بس يتكلم على الناس ومعرفيتهم على الكلام. يمكن الوحيد اه الولد اه اسلام. ابراهيم. طبام? اه اه اسف ان انا بقول الولد يعني هو زي زي ولدي. اه فكان جايب لهم كابلة منطلق ان هي كمان المفروض ان انا ما عملتش كوميديا قبل كده ولا الكلام ده. هو موضوع كله مختلف لهزو النقطة. بس انا بقى اختلف معاك اينش. كله مخرج مهما كان بيستسهل لما يتحط في نقطة انها لازم يروح يدور على حد لان يعني حلمي في سنة من السنين واحنا بنعمل فيلم ايه اه الف مبروك. احمد حلمي. احمد حلمي. احمد حلمي قال انه مش عاوز ولا ممثل جنبي يبقى معوف. فجمع مع فراج. كانوا كلهم جداد. كلنا كنا جداد. وانا عملت حيط المشهد اللي هو. مزبوط. ووالده الراجل الله ارحمه. اه اسم ايه? لاي لعز. لاي لعز العرب طبا كتلسة او في الاول. كان في الاول ما كانش عايز بتاع. طلبت مع حلمي كده او مش طلبت مع حلمي كده او ايه مش اكلة سورة. لا بس هي صحي حاجة كانت مختلفة. كانت حاجة مختلفة. اه. خلاص الفكرة مختلفة. ففي مخرجين كتير جدا. جدا يعني احمد الجندي كتير جدا اقول له. اه انت تعرف في ولدة جندي انا شفته في اسكندرية بيمثل. وات جامد قوي اسمه فلان فلان. يقول لي عارفه. مم. قل له عارفه منين? قال لي اه شفته في مصرح معرفش كهزا. ده بتروح يا جندي الحاجات ديت ومش عارف ايه بقول لي اه اللي ما بتدعي بقى روح. بروح. مم. وولسة كان فيه اه الاستاذ بوريس عادل اللي انا بقول لحضراتك كان بيخرجين انا كان عامل مسرحية للولاد هو وعزمنا كلين انا لاسف كنت بسافر فراح احمد جندي وراح مجد كدواني وراح مجد احمد جندي جاب وممثلين منهم مسلهم معنا في رجالة البيت. مم. فبيحصل حتى لو بحصلش ممنطلق جبر الخواطر على الله. بيحصل ممنطلق ده هينفعني في شغل في يوم الايام. صح. لما ييجي حد من الممثلين الصف التاني اللي زي بيوم في ادوان الصف التالت ولا اي حد من الحياة زي بيتقالي يعني. ويتتنك علينا انا قاسب في اللوز رايح يا بيه. في غيرك. صح. طبعا. زي بيتقال جدا لانا ما بتقفش على حد. طبعا. ما بتقفش على حد. خالص. ام. يعني كتير جدا ان يقول للمكتب يقول لي والله يا فدم انت لو اعتذرت على الفيلم ده مش هيتعمل. ده كلام بيقسرني جدا. لكن انا متأكد انه الراجل مش بيجزي بس بيقول كلام جميل. ام. لكن انا لو اعتذرت ولا لا قدر الله حصل ل اي حاجة في دنيا الفيلم هتعمل. ام. ما بتقفش يا فدم على حد. بس.